السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين على قناة نطقة الفلة تحية طيب الجميع وتحية طيب الجميع متابعين عبر قرارب الوطن اذا مشاهدنا كرام نشرة اندارية هذا المساء والأيام القادمة لآخر تحديد والتوقعة ما زالت تابتا بدخور العواصيل المادرية القوية جدا تحديد مبكر للعديد من المناطق المملكة التي سنقادم لكم في هذا الفيديو في هذا النشرة المباشرة بعودة مطار الخير بإذن الله تعالى اما بالنسبة للفترة المسائية فالاقترامات الجوية مزالت متواصلة في النشرة الاندارية على العديد من المناطق وعقالية من المملكة خصوصا من المناطق الحوز والحوز كذلك مناطق بورززات وتينغير ستعرف تساقطات مطرية مناطق مطاط الحاج ضعيفة على خنيفراء لكن متمركزة بشكل قوي على مناطق تبينت واسول ايملشيل فود ومناطق راشدية وميدلت وخنيفراء تساقطات مطرية راعدية متوقعة محتمال تكون بعض الرياح النشطة على اوكين وكذلك اونزميز ايمان جانوت وورززات وتازنغت وتاغرم وتافراء وتاد المناطق ستعرف تساقطات مطرية راعدية خلال فترة المسائية من يوم هذا اليوم ايوم الثلاثة محتمال بعض الرياح النشطة خصوصا مناطق صويرة واسافي والجنوب الشرقي والجهة الشرقية ان شاء الله تساقطات مطرية محتملة كذلك على الأقاليم الجنوبية المنكاز تتعرف بعض الرياح النشطة مع استمرار الأجواء الغير مستقرة وامطاع قوية قادمة خلال يوم الأربعاء فيتوقع كذلك استمرار العواصف الرعدية على المناطق التالية المناطق المعنية فهي مناطق الظلال وارززات وكذلك تاليوين وتارودانت وزاقورف ومسجيد وطاطا ان شاء الله مرزوية ستعرف كذلك التربة الجوية الراشدية وتنغير وتبعينت وميدلت وثلاث الحاج ان شاء الله سوف تعرف الطرابات ربما تصل حتى وجد بعض الطرابات الجوية مع تقدم عواصف مدارية قوية جدا سنعطيكم المناطق المعنية بالتفصيل وتوقيت دخولها إلى المغرب فهناك الطرابات الجوية غير مسبوقة قادمة نحو المملكة فلمرى المشاهدة الفيديو إلى النهاية لك يتعرف التفاصيل وتوقيت دخول الأمطار ومناطق المعنية ان شاء الله إخواني العديد طرابات الجوية مازالت متواصلة كذلك على العديد من الماتق الملكة على ورزازات وتليوين وكذلك تنغير وتبعينت والراشدية وكما قلنا لكم في التوقعات مازالت تابعة إخواني كرام وعودة الطرابة الجوية الذي كان قادم للمملكة فعودته بشكل قوي إلى المملكة كما سوف تشاهدون في هذا الفيديو كما تلاحظون بداية من يوم السبت سيبدأ تأثير هذه الأعواصف المادارية القوية على العديد منهم مجرد بداية لهذه الطرابات هذه مجرد بداية فقط يوم السبت ان شاء الله والمناطق المعنية بهذه الطرابات الجوية فهي ورزازات وتاز نغت وكذلك مناطق تينغير ان شاء الله ومناطق تليوين وآكز وتاز نغت وهماتق فومسجيد وورزازات وزغورة ومرزوجة وتنغير أمطار عاصفية قوية في الفترة المسائية من يوم السبت فيتوقع أن تمتد هذه الطرابات الجوية لتصل مناطق شمال القليمة الجنوبية الملكة على مناطق أشت وقلميم وكذلك مناطق الزاق وتفراوت طربات قوية على طاطا وإغرم قدير وكذلك تاليوين إمتانوت أيداود وأكمد المناطق وارزازات إن شاء الله تساقطات مطارية رعدية قوية كذلك على مناطق تباعت بحول الله وإمالشيل وآسول وتنغير وميدلت وتنفيت وإمالشيل وأغراما وآسول والطرابة الجوية حاضرة بقوة على وطاة الحاج ومناطق الجنوب والشرقي للمملكة كما تلاحظون فالطرابة الجوية سيصبح قوي كذلك في الفترة المسائية من يوم السبت خصف الفترة الليلية على مناطق بتالية على مناطق قلميم وتازنغت وكذلك مناطق أشت وطاطا ومسجيد وأغدير وتردانت والحوز وكذلك أيداود قد يصل على إمتانوت أو زميز إمتانوت وكذلك تالوذانت والتاليوين وتازنغت فمسجيد وزغورة أمطار رادية قوية على التنغير وتمانت وأزيلال إمالشيل وأسول وتنفيت والراشدية وميسور وسكورمداز معاه فقط مجرد هذا الأول فهناك طراب جوي آخر إخواني كرام من المتوقع أن تصل هذه الطرابات الجوية حتى المناطق الشمال الغربي لملكة وسوف تستمر اليوم الأحد فترة الصباحية على فمسجيد وطاطا وكذلك تازنغت وأغز وزغورة ورززات وتنغير وكذلك قلميمة وأسول والراشدية وأيرفود وقرامة وأمطار الرادية قوية على الجديدة والوالدية وطنجة والعرائش والقنيترات وطنجة وأصيلة يتوقع استمرار للطراب الجوي بإذن الله كما تشاهدون سوف يصل حتى المناطق السواحل الغربية بإذن الله على مناطق طنجة وأصيلة العرائش لللميمونة شفشاون والزان كذلك الرباط أمطار قوية على المحمدية بن سليمان والدار بيداء الرباط بالرشيد والقارب ولود فرج وسطات سيد برنور الوالدية وأسف خمسود الحاج وكذلك أصوير وأمطار متواصلة على تازناث الجنوب الشرقي على إغرم وفمسجيد وبرزازات وكذلك تينغير إن شاء الله والمناطق المعنية فبالطرابات الجوية القوية تينغير كذلك قلميمة أو زاقورة مرزوقة وأسول والرشيدية وقرامة كما تشاهدون الطرابات جوية قوية متواصلة وفي الفترة المسائية سوف تمتد علاماتك الشيشاو وأسوير أخمسود الحاج وكذلك مناطق ستات وولاد فرج برشيد الداربيضاء والرماني الخميسات سليمان مكناس فاس قد تصر إن شاء الله عفونا قرية مو محمد وزان سديال التازي وإساغن وكذلك الحسيمة وأمطار ما زالت متواصلة في الفترة بعد الزواء من يوم الأعاد علاماتك الراشدية وميدلت وتينغير ومن المتوقع تشهد العديد من المناطق المملكة خصوصا في الفترة الليلية طرابات جوية قوية على الشمال الأقليم الجنوية المملكة على كذلك طانطان وآشت وغلميم وتزنيت الطرابات الجوية مهمة كذلك على السمارة بإذن لقد تصلت الطرابات الجوية حتى ماتق جنو السمارة بالطرابات الجوية قوية أحيانا والطرابات سوف تصل حتى المناطق الداخلية بحول مناطق فاس وتازة وتهلة والماس الروماني وإيفران وخريبغا واضم استات وكذلك البروج طرابات قوية على اليوسفية بن جرير خميسود الحاج ششاو الصويرة امن جانود ايد داود امزميز اوكيمدن قدير إن شاء الله سوص طرابات قوية مرسومة كما يشير النموذج الأوروبي ويتوقع استماد الأجوال غير مستقرة على تنغير اوكيمدن وورزازات وتنغير واملشيل وتنفيت وميدلت وقراما وميسور وكذلك سكورا مداز ومراكش الخميسات الروماني والماس وفاس وكذلك تهلة وتازة وعاطف أمطار الخير تعود إلى المغرب وسنعطيكم ثراكم الأمطار بإذن الله خلال يوم الاثنين فالعاصف الأخرى قادمة كذلك بالشكل قوي وسوف تضرب عدة مناطق من المملكة خصوصا مناطق قلميم وطانطان وزاق وطاطا وتزنغت وأجدير وتلوين وتورزازات وزاقور ومراكش أمطار عاصفية لوكيمدن وإمنتينوت ورزازات أجدير بوشيبة وتارودان سوف تعرف التربات غزيرة وقوية يتوقع أن تمتد هذه العواصف المدارية على العديد من المملكة المملكة خصوصا مناطق زاقور ومسجد وتزنغت وكذلك وكذلك تبينت الظلال ومناطق إيملشيل وأسول وقلميم هذه التوقعات ربما تعرف تغييرها لأن المزاة بعيدة المدى خصوصا الثلاث أيام الأخيرة على الريش وميدلت وقراما أمطار خير متواصل لم يسور وتطلحاج وسكور مداز وتبينت وعطف وكذلك جرسيف وتازة وتوريت ووجد وجراد ومحترك وكذلك بعرفة وبعنان وعنشير والمناطق المجاولة التربات جوية قوية محليا على العديد من المناطق المملكة بإذن الله وعلى زاقور وفمسجد وإن شاء الله سوف تستمر هذه التربات الجوية في الفترة المسائية من يوم الاثنين على المناطق الرشدية وتنغير ويتوقع استمرار الأجواء الغير مستقرة